ناخد بقى النهاردة الشغل الشاغل للمصريين الترند الاول في مصر امبارح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي اعلن عدد من القرارات التي تخص اكتر من 22 مليون تلميس في مصر وطبعا كل القرارات دي تهم الجميع وتهم الاسر المصرية بشكل خاص ودي اكتر حاجة الناس بتدور عليها وعايزة تعرفها ايه هي القرارات اللي اخدها الوزير ومصير الفصل الدراسي التاني وازاي هتم الامتحانات النهائية وخصوصا يعني لو لقدر الله فضل فيه استمرار في تعطيل المدارس لفترة الدراسة التاني عشان نفهم الموضوع اكتر هنحاول نبسطه لحضراتكم ونلخص كل القرارات اللي الوزير اخدها اول حاجة اعلنها الوزير هو توفير منصة موجودة عليها جميع المناهج لجميع الطلبة يقدروا يدخلوا عليها بدون تسجيل يعني مش شرط ان احنا نعمل اكاونت اي طالب في مصر مش لازم عشان تخش على اللينك ده تعمل اكاونت باسورد لأ انت ممكن تدوس على اللينك عادي وحتخش تلاقي كل اللي انت عايزه بتدرسه في المناهج بشكل كامل تعالوا نشوف شرح الوزير لهذه المنصة الجديدة تعالوا مع بعض نشوف المحتوى الرقمي شكله ايه انا يسعدني اوريكم المجموعة من الحلول للتعلم الرقمي اللي الوزارة في خلال اربع تيام حضرتها بجميع العاملين فيها اشتغلنا عليها عشان تبقى متوفرة لولادنا حضرتكم من النهاردة لو دستوا على اللينك اللي شايفينه على الشاشة تقدروا تدخلوا على هذا الموقع اللي عليه مكتبة رقمية كبيرة جدا جدا جواها جميع المواد الدراسية للمراحل من اول كي جي وان من اورياض الاطفال لحد المرحلة السنوية فذاكر الان هندوس هنا هنخش في الموقع نفسه اللي فيه المواد زي ما حضرتكم شايفين عندنا الاحياء والكيميا واللغة العربية والجغرافية عندنا تاريخ فلسفة فيزياء علم نفس واجتماع للسنوات المختلفة الرياضيات علوم لغة عربية دراسات اجتماعية عندنا محتوى متعدد تخصصات في نظام التعليم الجديد عندنا كمان موسوعة باللغة العربية اسمها موسوعة الفراشة وعندنا كتب الفراشة كتب مقرؤة من اول الاطفال لحد الكبار او الاكثر نطجا في اللغة وعندنا حوالي اكتر من تمانين قموس ومعجم للاستخدام كل ده موجود في مكان واحد لو حبينا نخش في مادة من المواد نستكشفها نخش في اللغة العربية مثلا هنلاقي ان هنا في محتوى من الحاجات الرقامية اللي بتساعدنا على فهم الموضوع بجانب الكتاب المدرسي لجميع الصفوف الدراسية من اول صف الاول ده كان استعراض للمنصة وابرز الملامح اللي عرضها معالي الوزير للمنصة تعالوا بالك جزء الاهم وهو جزء الامتحانات طيب الطلبة هيمتحن ازاي معالي الوزير خلينا ناخدها جزء جزء الطلبة من كي جي وان لتالتة ابتدائي تعالوا نشوف نبتدي من الاول للاخر السنوات من اول رياض الاطفال من اول كي جي وان لحد تانية ابتدائي اللي هما بيخضعوا لنظام التعليم الجديد نظام التعليم الجديد ما كانش فيه امتحانات في التصميم بتاعه وبالتالي سيبقى الامر كما عليه المجموعة دي الاربع سنوات دول اولياء الامور بنادعوهم ان هما يتأكدوا ان ولادهم كملوا المنهج في البيت باستخدام الادوات المتاحة على المكتبة وعلى المنصة اللي هتكون متاحة ليهم ويبقى ليهم دور كبير في المتابعة معهم الكتب ومعهم في دليل للمعلم موجود وفي دليل لولي الامر بعض الشركات موفرة وفي نفس الوقت المكتبة الرقمية متوفرة فمادعو الاهالي ان هما يتأكدوا ان ولادهم تخلصوا المنهج ده الحقيقة انا سعيدة جدا يعني دايما تصنع الازمات تستخرج منها القدرات الحقيقة الوزارات بشكل عام بالاخرص اللي هنتكلم فيها دوقتي وزارة تربية والتعليم حقيقة انا سعيدة جدا ومبسوطة بكمية الكرارات وكمية التفاعل السريع اللي حصل طيب احنا عرفنا كده الطلبة من كي جي وان لصف التارت حيعملوا ايه طيب عندنا مرحلة تانية مرحلة من ربعة ابتدائي للصف التاني الاعدادي هيمتحنوا ازاي تعالوا نشوف سنوات النقل اللي هي من تلتة ابتدائي لتانية اعدادي هنعمل معا حاجة اول مرة نعملها واعتقد انها هتكون مرضية للاولاد والاولياء الامور بعيدا عن الامتحانات التقليدية احنا عاوزين نكمل المنهج ونقيمهم وفي نفس الوقت ما نرتبتش بمعاد امتحان نضطر ننزل فيه الولاد من البيت فهنعمل ايه المنصة اللي حضراتكم شفتوها اللي كل الولاد هبتدي يجي لهم دعوات للانضمام اليها من الاسبوع القادم هنحط عليها في كل مادة من مواد اي سنة من تلتة ابتدائي لحد تاني اعداد هنحط لهم مشروع project على المنصة مثلا في العلوم في الرياضيات في اللغة العربية متاح لكل طالب وطالبة انه يحل المشروع لوحده او مع مجموعة من زملائه لحد مجموعة حجمها لا يزيد عن خمسة فده اختيار الولاد هتعمله يأما اعمل المشروع احله لوحده او احله مع زملائي مشروع جماعي المشروع بعد ما نحله تحت اشراف المعلم باستخدام المنصة هنقدم المشروع بتاعنا وكده يبقى احنا خلصنا المطلوب مننا في المادة دي احنا عندنا من النهاردة من 19 مارس 19 مارس الى نهاية اخر يوم في الامتحانات اللي كان في الخريطة الزمنية اللي هو تقريبا في نص مايو فاحنا كده عندنا شهرين والله اللي شاطر وهيخلص المشروع في اسبوع يبقى وخلص اللي هيخلصه في اسبوعين برضو خلص اللي محتاج الشهرين يستعمله هيحلوا ازاي في منصة فيها حوار زي ما قلنا وفيها تواصل بيننا وبين المعلم بيوجهنا في نفس الوقت في المكتبة الالكترونية اللي احنا ممكن نروح لها ونجيبنا حلول البروجيكت اللي احنا هنحطه هتكون جوه المكتبة بتاعت بنك المعرفة فالولاد لو عملنا مجموعة مع بعض ثلاثة او اربعة او خمسة عاوزين نحل البروجيكت ده مش اسئلة زي بتاعت الامتحان ده حاجة بنروح نبحث عنها ونجيبها ده بالنسبة لنا كافي لانهاء العام الدراسي وتقييم الطلاب فده كل المطلوب من غير بقى القلق بتاع الامتحانات والحفظ والكلام ده هنغيره خالص كده احنا بنتعلم حاجات كمان ربا ضرت النفاع ظروف اللي احنا فيها خلتنا نعمل ده مش بس كده احنا كده نتعلم العمل الجماعي نتعلم التعلم الذاتي نتعلم روح الفريق ازاي نبحث وازاي نكتب المرجع اللي جيبنا منه الحل ففرصة نستكشف الحاجات اللي في المكتبة ونحل البروجيكت لو انتم مستعجلين نخلصوا في اول اسبوع عشر تيام كده بالنسبة لكم تبقى المطلوب خلص فاعتقد ده هيبقى شيء افضل بحيث ان احنا حتى في الوزارة قررنا انه بعد ما ان شاء الله الازمة دي تعدي في المستقبل من سبتمبر عشرين احنا هنستعيد في جميع سنوات النقل عن الامتحانات التقليدية بفكرة المشروعات فمن هنا ورايح مش هيبقى فيه في سنوات النقل امتحانات تقليدية بليجان بمرأبين هيبقى عندكم مشروعات واحد او اكتر وده اللي هنقيم به الطالب نجاحه من سنة لسنة الحقيقة انا اول من اشجع التعليم والامتحانات الالكترونية لان الموضوع بيبقى اسهل الطلبة بيتحفزوا على التعليم اكتر ولكن يمكن بعد ما نعدي الازمة دي لو نفضل نكمل في موضوع الامتحانات الالكترونية ده هيكون حاجة يعني متطورة وحلوة قوي ولكن نعمل مثلا 70% من الاسئلة الالكترونية و30% يكون نشوف الابداع اسئلة مقالية عشان نعرف نفرق ما بين الطالب المتفوق والطالب الجاية دي هتكون حاجة حلوة واعتقد هتبقى الطفرة في تطور التعليم في مصر طبعا كل السادة المشاهدين وقت النفسهم يعرفوا الشهادات السنوية العامة والديبلومات الفنية سيادة الوزير قال عليها ايه وهل حيتم الامتحانات ورقية ولا الكترونية زي صفوف النقل تعالوا نشوف اعتقد ده مسلي اكتر وممتع اكتر وهايعلمنا مهارات جديدة وكده المزايا بتاع التعليم الجديد بقت متاحة لمن كان محروم منها اللي هو كان في تالتة بتدائي لحد تاني عادية اعتقد ان ده شيء افضل كتير من الازمة بتاعت الامتحانات التقليدية الشهادات العامة اللي هي الاعدادية والسنوية لحد التوقيت اللي احنا فيه بالظروف بتاعة كورونا اللي نعرفها النهاردة وهي والديبلومات هتتعامل في المواعيد المعلن عنها في لجان الوحيدين المجموعة الوحيدة اللي هي الاعدادية والسنوية والديبلومات اللي هنعمل لهم تأمين خاص في اللجان وتعقيم خاص بالتعاون مع مؤسسات الدولة كلها وزارة الصحة وقوات المسلحة تأمين قبل الامتحان وبعد الامتحان وأثناء الامتحان بحيث نضمن ونحط مسافات واسعة جدا بين الطلبة بحيث يعني الامتحانات دي يتعدي على خير جميل طيب والصفوف الاول السنوي والتاني السنوي والخدمات قال سيادة الوزير فيها فاضل كده ولو تانية سنوي ولو تانية سنوي طبعا طلبة يتمتعوا بميزة ان هم معهم جهزة التابلت وان هم معهم سيم كارد هنوزعها على كل طلبة قولة سنوي الأسبوع الجاي من كل شركات المحمول ولهاتين السنتين الامتحان التجريبي اللي كان معلن عنه في 22 مارس هننقله إلى 5 إبريل عشان يبقى برى الأسبوعين بتوع الحظر وهيتعمل من البيت كل واحد من الطلبة هيبقى مع الجهاز هيعمله من بيته باستخدام السيم كارد بدون الاحتياج للذهاب إلى المدرسة وده امتحان بدون درجات بدون درجات احنا عاملينه علشان اللي داخل قولة سنوية تأقلم على فكرة ان الامتحان بيجي على التابلت ومرتح له وفكرة الوقت وفكرة طبيعة الأسئلة هنعمل واحد زي والتانية سنوي عشان هم شافوا التابلت قبل كده بس كنوع من ان احنا بنتدرب أكتر على طبيعة الأسئلة بعد الامتحان مش هنصلحه ولكن هنديكم الإجابة بعدها تاني يوم وهنسمح في يوم الامتحان بمثلا عشر ساعات تقدر تخش فيهم على الامتحان في الوقت اللي مريح بالنسبة للطالب ده في أولى سنوي في الامتحان أولى وتانية في الامتحان التجريبي في آخر السنة آخر الترم الامتحان النهائي هيكون برضو على التابلت وبردو من البيت بس ده هنصلحه إلكترونيا وهيبقى بدرجات مجموعة مع الترم الأولاني هو درجة النجاح للصف الأعلى طلاب الخدمات استلموا التابلت وبالتالي هيمتحنوا إلكترونيا زي زملائهم النظاميين جميل دلوقتي هنشوف ما أعلنوا الوزير لامتحانات الطلاب من زوي القدرات الخاصة قبل أبنائنا في الخارج في طلبة في أولى سنوي وتانية سنوي من زوي الاحتجاجات الخاصة طلبة من زوي الاحتجاجات الخاصة كانوا بيمتحنوا ورقيا مش هنقدر نمتحنوا ورقيا لظروف الحزر اللي احنا فيه فهنمتحنوا عن طريق مشروعات زي ما هنعمل مع سنوات النقل الحقيقة ناقت قرارات شاملة وما نقدرش ننسى الطلبة اللي موجودين في الخارج فتعالوا نشوف دلوقتي ما أعلنوا الوزير بخصوص الامتحانات لأبناء المصريين في الخارج أبناءنا في الخارج قررنا أنه عشان الدول اللي هما فيها تختلف في درجات الحزر وبالتالي ما نقدرش نمارس امتحانات على الأرض في لجان في دول فيها قرارات سيادية معمولة بمنع التجمعات فهنستخدم المنصة اللي ورينها لحضراتكو في هذه الدول زي ما هنستخدمها في مصر ودي قيمة التكنولوجي زي ما عاملين فصل افتراضي في مصر هنعمل فصل في السعودية وفي الكويت وفي إيطاليا وكده ونخلي الولاد ولادنا في الخارج تمتحن عن طريق نظام المشروعات على هذه المنصة زي سنوات النقل في مصر وبالتالي ما يدعش عليهم السنة الدراسية وأهاليهم يقدروا يخططوا للمستقبل بناء على هذا إذا الولاد عملوه في زمن أقصر هيكونوا خلصوا السنة بدري ويقدروا يبقى عندهم حرية حرك كده عرفنا بالتفصيل كل ما يخص استكمال المناهج الدراسية بس بعدما الوزير نشر الفيديو ده الخاص بنظام الامتحانات كالعادة كان فيه تساؤل مهم جدا الطالب يعمل ايه اللي ما عندهش انترنت واللي ما عندهش تلفزيون الطبقات الرقيقة والمناطق النقية وفيه ناس فعلا ما عندهش قنوات تعليمية الوزير أجاب في تويتا قال ان او على الفيسبوك قال ان حالة الطالب اللي مش هيعرف يقدم مشروع ولا بحث هيبدأ من العام الدراسي القادم قبل موعده بأسبوعين لاستكمال الدراسة والامتحان لمرور العام الدراسي اما اذا قدم مشروعه على منصة التواصل في موعده قبل 15 مايو مش هيتطر الى بدء الدراسة قبل موعدها بأسبوعين وبكده نكون عرفنا كل التفاصيل ولو حد عنده اي استفسار يقدر يكلمنا وحنتواصل مع الوزارة ونجيب له الرد فورا وبكده نكون اتكلمنا فيما يخص عن الامتحانات الالكترونية